سيطرة القرى والبلدات المقدسية دمرتها العصابات الصهيونية عند احتلالها غربي القدس عام 48 بعضها اندثرت وأخرى صمدت لتشهد على نكبة الفلسطينيين أكثر من مائة ألف مقدسية تردوا من قراهم بعد سيطرة العصابات عليها ومصدرتها نحو ربع مليون دنوم من أراضي 38 قرية على الأقل صارت تسمى قرى مهجرة رغم مرور خمسة وسبعين عاما على مأساة النكبة فإن بيوت قرية لفت القديمة تشهد على وجود الفلسطينيين هنا فكانت اعداد سكانها قبل التهجير الكبير أكثر من ألفين ومائتين سما المستوطنات أقيمت على أراضي لفتة وغيرها من أراضي القدس لصالح الاحتلال الاستعمارية الذي يدير زمن احتلاله على حساب أصحاب حق يقولون إنه لا يسقط بالتقادم بل من تركوا بيوتهم هذه ويعيشون في مخيمات اللجوء في الشتات والضفة وغزة لم تنطفئ جذوة أملهم بالعودة إليها عودة يتطلع إليها اللاجئون الذين استقرب بهم الحال كذلك في قطاع غزة حيث يعيشون في ثمانية مخيمات على امتداد مناطق القطع وهي مخيمات جباليا والشاطئ ودير البلح والنصيرات والمغازي والبريج وخنيونس ورفح تقدر أعداد اللاجئين في سجلات وكانة غوث وتشغيل اللاجئين الأونوروى بنحو مليون وسبعمائة ألف لاجئ وهو ما يعادل ثلثي سكان القطاع تقريبا يعتمد اللاجئون هنا بصورة أساسية على خدمات الأونوروى هناك اثنان وعشرون مركزا صحيا تقول اللجان الشعبي أنها تقدم الحد الأدنى للرعاية الطبية في القطاع التعليمي هناك ما لا يزيد عن مائتين وخمس وسبعين مدرسة تديرها الأونوروى ويلتحق بها ما يقارب من ثلاثمائة ألف تلميذ فصول مكتظة وكادر تعليمي قليل يعمل على فترتين دراسيتين لاستعاب العداد الكبيرة من التلميذ يعتمد معظم اللاجئين على المساعدات الغذائية التي تعرف بالكوبونة والمقدمة من الأونوروى عدد المستفدين يقدر بمليون ومائة ألف لاجئ وهي لا تكفي احتياجاتهم من الأمن الغذائي الضفة الغربية وفيها ضعف عدد مخيمات قطاع غزة في الضفة تسعة عشر مخيما أكبرها مخيم بلاطة في نابليس وأصغرها مخيم العزة في بيت لحم عدد اللاجئين في مخيمات الضفة مليون ومائة ألف لاجئ ربعهم يعيشون داخل المخيمات والبقية في المدن والقرى على عكس اللاجئين في قطاع غزة والشتات يعتمد اللاجئون في مخيمات الضفة الغربية بنسبة أقل على الخدمات الإغاثية من الأونوروى تعود أصول اللاجئين في مخيمات الضفة إلى مناطق اللد والرملة ويافة وحيفة والقدس وبئر السبع على قبور موتاهم يكتب اللاجئون أسماء بلداتهم الأصلية التي هجروا منها في النكبة ويسمون المخيمات محطات انتظار لحين العودة